موسيقى يعني أو أديب بيكتب الرواية مش على أساس تقليدي وبيخرجوا الأستاذ عاد الأديب كنت أبريكا شغلت مؤسس خالد يوسف موردي بيخرجوا أستاذ عاد الأديب بين بطولة نجمة أنا أعشقه وأحترمه أقدره وليه الشرف أني شاركت معاه هو الأستاذ محمود عبد العزيز شركة كبيرة ريمون ومحمد محمود عبد العزيز ونشأوا ناس مش بخلانين على الشغل بحاجة عاملين كل ما يعني يخلي الممثل مرتاح والصورة مرتاح الحقيقة الشغل مع الناس دي متعة لأنه شغله مختلف بجد الشخصية أكيد جديدة ومختلف لأنه وفاق مش بتقدم حاجات مقررة لازم بتقدم حاجات جديدة لما أبقى اختيار نجوم زي الأستاذ محمود عبد العزيز أستاذ ناصر عبد الرحمن وأستاذ عاد الأديب يبقى أكيد هما شفوني في حتة تانية غير اللي أنا كنت محتوطة فيها أو غير اللي أنا شايفة نفسي فيها مع أن أنا شايفة نفسي مكنتانية لسا كتير قوي بسي مش حقدر أقولك دعاء غير أنها سعدية عندها تلت بنات تحب جوزها جوزها غني جدا ما تخليتش عن الجلبية السعيدة بس في مجموعة من الأحداث بتحصل معيها تخليك تتعاطفي أو ما تتعاطفيش تقولي عليها زكاية تقولي عليها عبيطة يعني اللي هو المتناقضات اللي في الستات أو في الشخصية تقديم الشخصين الصعادية بيبقالها استعدادات ولازم يبقاليها مزي أي شخصية وخصونا عشان اللهجة كمان انت عملت ازاي؟ بوسي هي اللهجة طبعا مسؤولية بدع اللهجة اللي هو الراجل الأستاذ المصحح اللي بيجيبه للهجة اللي يبقل علي أنا الحفظه الإحساس وده برضو تقيل طيب وإبن الحلال مع الفنان محمد محمد رمضان أنا برضو سعيت إن أنا بشتغل مع جيل من جيل الرواد أستاذ محمد عبد العزيز وجيل من الجوداد اللي هم الناس بتحبهم قوي محمد رمضان إن شاء الله بإذن الله هتشوفوني محمد رمضان برضو بشخصية مختلفة شكل مختلف حسن دهشان كتب حاجة حلوة قوي إبراهيم مخرج عمل حاجة حلوة قوي فخر وإن شاء الله خير هقولي هسألك برضو نفس سؤال الشخصية من غير ما نحرقها وبشكل بسيط جداً فنانة وفنانة جبيرة ونجمة وبتحصلها مجموعة من الظروف وبتأدي المقتل بنتها هتوقف جنب الجاني ولا جنب المجني عليه هنشوف إن شاء الله طب أخيراً وفاء أنت هيبقى عندك المسلسلين حابين نتكلم هتوفائي إزاي بين المواعيد ماشا لا ما تتقيش بين المواعيد أنا ما بعرفش أشتغل اتنين في وقت واحد فإن شاء الله اتفقت أني أخلص جبل الحلال أدخل وإحنا بشتغل في جبل الحلال بقى أنا دلوقتي ده شهر التالت الفاضلي تقريباً شهر كمان أنا في دوري هدخل أعمل الديكور بتاعي اللي جاي وكبير وكده أكون خلصت 95% حيبقى فاضلي مشاهدة تانية كلها بالطرحة أكون غيرت بقى للشخصية التانية معرفش أشتغل اتنين شكل بعض شايفة أخيراً أخيراً دراما رمضان 2014 إزاي؟ هتبقى ضرب نار بس المهم إن أنا اخترت ولادي الحلال واشتغلت معي لا أقول ربنا يوفقنا ربنا يوفق مصر ربنا يقدر الرئيس القادم علينا وإن شاء الله بإذن الله أنا شايفة مصر برغم أي حاجة بتحصل اطلع القدام أي حد بيحاول يشوف سورة الجيش بيبقى مصلحة الجيش لأن بيطلع من يبرقه ومن يبرق ساحته أي حد بيشوف سورة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بيكسبوا أصوات على الأصوات أي حد بيشوف سورة مخابراتنا ودخليتنا بتكسبها أصوات على أصوات وإن شاء الله بإذن الله لن تهزم مصر لن تكسر مصر وموتوا بغيظكم وإن شاء الله السيسي رئيس مصر القادم بإذن الله تعالى إن شاء الله شكرا